يا صواح الفل يا صواح الخير على كل واحد بيسمعنا قبل ورح شغله على كل طالب بيسمعنا قبل وينزل مدرسته على كل واحد بيسمعنا قبل وينزل الجامعة بتاعته ما أكرامها إلا كريم وما أهنها إلا لئين حالة النهاردة كلها تحتلع العنصر النسائي معي في الفقرة الأولى ضيفة عزيزة عليها معي ضيفة نموذج مشرف فعلا للأخت والأم والبنت المصرية ضيفة وضيفتكم في الفقرة الأولى دكتور سوسن العودي الباحثة في التنمية المستدامة وتغيرات المناخ نورتين يا دكتور ربني خليك يا علي أنا اللي سعيدة بوجوزي معيك وصباح الخير على كل المشاهدين في الفقرة الثانية معايا دكتور جهان حسين مؤسس ومدير عام الأكاديمية الدولية لتطوير الزاد قصة نجاح وحدها مشرفة فعلا وتستحق أن محاضراتكم تسمعوها معنا في الفقرة الثانية وتشاهدوها نطلع فاصل ونبدأ أول فقرة مع دكتور سوسن العودي حاول جرب ثقف نفسك تنفع بلدك إقرأ كتير دي المسألة مش عايزة تردد ولا محتاجة للتفكير حاول جرب ثقف نفسك تنفع بلدك إقرأ كتير دي المسألة مش عايزة تردد ولا محتاجة للتفكير طور ذاتك غير حياتك تبقى البلدك أحلى سفير حاول جرب سقق نفسك تنفع بلدك أرى كتير دي المسألة مش عايزة تردد ولا محتاجة للتفكير طور ذاتك غير حياتك تبقى البلدك أحلى سفير فكر دايماً كده في الكون وبصي لعلو الشجرة حاول جرب كده حتكون دي نقطة ونقطة بدوي بسخرة أكرر التحية بحضراتكم مفهوم التنمية المستدامة انتشر مؤخراً في مصر مؤسسات كتيرة إعلامين كتيرة صحفين كتيرة صحف ومجلات بتناقش موضوع التنمية المستدامة إيه أهمتها من أين انطلقت ومتى انطلقت وإيه المخاوف اللي احنا متواجهنا لو احنا منفذناش خطة مصر للتنمية المستدامة كله ده أكتر هنعرفه مع ضيفتي في الأستوديو دكتور سوسن العوضي الباحثة في التنمية المستدامة وتغيرات المناخ أكررت حيب حضرتك أبنا يخليك يا علي مستدامة أعيز أعرف يعني ايه التنمية المستدامة التنمية المستدامة أو مفهوم الاستدامة بشكل عام هو إن إحنا نطول عمر مواردنا اللي إحنا بنستخدمها إحنا عايشين على كوكب الأرض بنفس الموارد ونفس الحاجات اللي إحنا بنستخدمها بنستخدمها بقالنا مليارات السنين وبدأنا مؤخرا بعد السورة الصناعية الموارد دي بتبتزي تخلص تنتهي تتدمر طبعا ده سواء بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان فالأمم المتحدة سنة 2015 بعد محصينا بالخطر على حياة الكوكب ككل وإحنا دخلين مرحلة من العصر المناخي الجديد وتغيرات مناخية بتحصل فدخلنا في فكرة إن إحنا لازم نحفظ على مواردنا ونستعمل معيها مفهوم الاستدامة وإحنا بنستخدمها بنستخدمها بشكل يطول عمرها أكتر علشان مش بس إحنا نستفاد أو إحنا نعيش ده أمانة المفروض نوصلها لأولادنا والأجيال اللي بعد جدا كمان بالزبط فهي دي فكرة الاستدامة الأمم المتحدة سنة 2015 طلعت خطة الخطة دي فيها 17 هدف كبير مضع عليها 193 دولة طبعا من ضمنهم مصر ودول عربية كتير فبعدها رئيس عبد الفتاح السيسي عمل في 2016 خطة مصر 20-30 اللي بدورها تطبق خطة التنمية المستدامة في مصر طيب قادر أقول إن التنمية المستدامة هي ضمن حياة كريمة للأجيال القديمة بالزبط لفهم ده صحة أو خطة؟ صحة جدا حياة كريمة وحياة بلا جوع بلا فقر حياة فيها مساوية حياة فيها عدلة حياة بتهتم بالكوكب ككل بكل الكائنات الحية كل ده ممكن نقول علي تنمية مستدامة يعني خلاك عايزة تقول لنا إن رؤية مصر 20-30 اللي حد نسمع عليها في التلفزيون دي أصلات التنمية المستدامة وهي لتطبيق التنمية المستدامة أيها بالضبط كذا طيب إحنا في لفظ دايما بنسمعه اللي قولك كهو تغيرات المناخ إيه علاقة تغيرات المناخ بالتنمية المستدامة؟ زي ما قلت لك خطة التنمية المستدامة فيها 17 هدف كبير بيندرك تحتي 169 هدف مفصل صغير فرعي من ضمن أهداف التنمية المستدامة هو الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الكوكب التغيرات المناخية مش بتأثر على مليون ولا تنين ولا مئة مليون ده بتأثر على 6 مليار بني آدم عايشين على كوكب الأرض زي ما قلنا كوكب محدود الموارد الموارد بتاعته هتخلص هتنتهي هتتدمر سمعنا الفترة اللي فاتت عن كائنات حية بتنكرت كائنات حية ما بقتش موجودة تغيرات المناخية بتحصل هنا في مصر بازدات بنشوف درجات الحرارة بترتفع تغيرات كبير تربة بتجف أمطار في وقت ما فيهوش أمطار وبنسمع ده كمان في كل دول العالم مش بس في مصر فالحقيقة إن الدول اللي هي قامت بالصورة الصناعية وكانت رائدة في مجال التطور الصناعي وتطور التكنولوجي اللي هي ساهمت بشكل أو بآخر في حدوث التغيرات المناخية دي وفي حدوث الانهيار البيئي ده بدأت تستوعب الوضع وبدأت تفهم إن لا إحنا لازم نغير الاستراتيجية بتاعتنا ونغير المفهوم اللي إحنا عايشين بيه ونشوف حلول علشان نحدد التغيرات ونبصد للبيئة لأن في النهاية إحنا عايشين على كوكب الأرض طول ما إحنا ما بنعملهوش المعاملة اللائقة بيه إحنا اللي هندر بشكل مباشر كمان هذه علاقة بدولية بيننا وبالكوكب بالزبط كده يعني مش من مصلحتنا خالص إن إحنا نعامل الكوكب الأرض زي ما قلت بطريقة فيها إهانة أو استهانة بالموارد اللي فيه لأن في النهاية إحنا اللي هنتأذي كل كائن حي موجود في التوازن اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا التوازن البيئي والتنوع البريولوجي اللي موجود نهاجي الحاجة دي حاجة تقولي إنه التغيرات المناخية من ضمن المشاكل اللي بتعملها اللي هو اختفاء وقراط بعض الكائنات صح كده؟ طبعا بشكل كبير بتساهم بدا وحاجات تانية كتير يعني حاجات بتمس البني قدم بشكل مباشر فعشان كده الدول الكبيرة بدأت بالفعل إن هي تحط خطة إزاي تغير الطريق اللي هي كانت ماشية فيه اللي كان بيدور البيئة وبيدور المناخ وبيدور جودة الهواء وجودة الحياة بدأوا بالفعل إن هم يرجعوا في ده وبعد ما كانوا بيصدروا لنا كل ما هو يدور البيئة بدأوا يحطوا استراتيجيات وخطة علشان يحسنوا من مستوى البيئة ومصر بخطتها خطة مصر 20-30 بدأت بالفعل إن هي تحط خطة علشان تواكب فكرة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وده كمان ظهر جدا في منتدى شباب العالم اللي فات ده أو في جلسة تغيرات المناخ وديكت لأول مرة تحصل في منتدى عيات شباب العالم دكتور سوسل بتقول إن منتدى شباب العالم اللي فات النسخة الصابقة كانت أول مرة يحصل فيها جلسة عن تغيرات المناخ بزرط نقولي لي تعقيبك إيه عن الجلسة دي؟ أنت شايفها هل لها دور؟ دور كبير جدا لإن إحنا نفتقد الوعي البيئي في مصر وفي دول كتيرة لسه ما وصلناش لمرحلة الوعي البيئي إن إحنا نحافظ على البيئة ناس كتير قوي متخيلة إن الوعي البيئي أو الحفاظ على البيئة أنك إنت تحافظ على بيئتك سواء نظيفة أو بعيدة عن الإمبعاثات الكربونية اللي بتزود هل أوفر شوية؟ مش أوفر بيئة أعتبروها رفاهية نفاهية؟ إنه هو إحنا دولة لا إحنا نبص للأكل والشرب والأكل الأفسية برغم إن آه معتقدين إن هو ده المهم برغم إن من غير الحفاظ على الكوكب اللي إنت عايش فيه والبيئة بتاتك هتتدار بشكل مباشر في الأكل وفي الشرب وفي الحياة فعشان كده الجلسة دي كانت مهمة جدا علشان تزود الوعي وتعرفهم إيه المخاطر اللي لو إحنا ما خدناش خطوة ممكن تأثر علينا في مصر بالذات بشكل سلبي بنا عايز أقول لك دلوقتي مؤسسة الدولة الدولة مؤسستها المحروب تعمل إيه عشان تحد من التغيرات المناخية؟ حاجات كتير جدا ممكن تعملها الدولة الأول عايز أقول ممكن التغيرات المناخية تأثر في مصر إزاي؟ إحنا دولة من الدول اللي التأسرات التغيرات المناخية اللي فيها هتزود درجة الحراب بسبب طبعا إحنا من الدول من أكتر المدن القاهرة اللي فيها باعثات كربونية كمان يعني من المدن اللي فيها باعثات كربونية كتير جدا وده بتزود الاحتباس الحراري والاحتباس الحراري بيزود نسبة بخار الماء بيعمل أمطار في أماكن وجفاف في أماكن تانية زيادة درجة الحراب في أماكن إحنا من ضمن الدول اللي لو زادت درجة الحراري تركتين بس كمان ممكن نخسر 14% من محاصيل ده صحيح زي محاصيل أساسية زي الأمحة زي الدرة زي الطماطم زي المحاصيل محاصيل التجير بالزبط يعني ده هيدور الاقتصاد هيدور الأمن الغذائي كله في مصر فدي من الحاجات اللي لفتت نظر المسؤولين في الدولة على رأسهم طبعا استيد الرئيس وبدليل الخطة اللي تعملت علشان تراكب ده وعلشان المؤسسات الدولة كلها تشتغل في استراتيجية وفي منهج إن هم كلهم رايحين لفكرة الاستدامة والفكرة إن هنعمل مواردنا بشكل لائق وبشكل محترم لقينا بعد كده وزارة البيئة بتترحم مبادرات زي اتحضر للأخضر لقينا مثلا ملف جائزة التمييز الحكومي اللي اتعملت دلوقتي في المؤسسات الحكومية كلها علشان برضو المؤسسات تطور من نفسها وتبتدي تمشي في خطة الاستدامة وفي خطة التنمية المستدامة وعلى خطة مصر 2030 لابن عايز أقولك إنه بجد يعني من غير جبلات حنا على الهواء إنه من أول سيد الرئيس السيسي اللي هي فترة ولاية الأولى والتانية احنا ملاحظين إنه فيه يعني التنوع البيولوجي ليه أهمية أو فيه وسائل إعلام بتصالي تضغط أكتر عليه عن اللي قبل كده شايفة كده ولا ده مصرح لسه من يومين كان فيه تطور المحميات الطبعية كان شاغل الأخبار فترة كده إن المحميات الطبعية فيها إهمال فيها عدم اهتمام بس الفترة دي الحقيقة فيه نشاط جامد قوي في الفكرة دي المحميات الطبعية في مصر مصر من البلاد الغنية جدا بالمحميات الطبعية عندنا أكتر من 33 محمية ويعني مساحات كبيرة ومحميات طبعية متنوعة فبدأوا يهتموا بيها وبدأ يبقى فيه رعاية للكائنات الموجودة وللمحميات عموما وده شيء مبشر جدا إنه بقى فيه وعي عند المسؤولين نفسهم هو الوعي بيبتزي من فوق يعني فطول ما المسؤول ويعي ومقدر لأهمية إنه يبقى فيه وعي بيئي إنه يبقى فيه استدامة إنه يبقى فيه حفاظ على الموارد بتاعتنا هتلاقي بالتدريج الشعب والناس هيوصلهم الفكرة بسلاسة نبصي فيه قاعدة سابتة عندنا رابطة ليه راقب أفكارك لإنها تحول إلى كلمات وراقب كلماتك لإنها تحول إلى أفعال وأفعالك تحول إلى عادات وعاداتك تتحول إلى حاجات سابتة حاجات بيزيكس رواسخ هل أنت شايفة إننا المفروض نرجع للمدرسة نرجع للمرحلة التدائية نرجع للأم نعلم الناس دي يعني إيه تنوع بيولوجي نعلم الناس دي إنه وجود الكائنات واختلاف وجود الكائنات دي أمر حتمي وأمر اللازم يكون موجود معنا شايفة نحن ممكن نعمل كده جدا وهي دي البداية اللي أنا طلبت بيها ومن ضمن دراساتي إن أنا أول حد لازم يفهم إنه هو لازم يحافظ على البيئة والوعي جوه المدرسة الطالب إنه هو يعرف إنه ما يستخدمش بلاستيك بشكل كبير إنه هو يعرف إنه يقول للمامته في البيت إنت لما تنقل المفهوم ده للطالب في المدرسة هينقل الوعي ده لولي أمره فعشان مش هيبقوا منفصلين عن بعض فإحنا بنكسب حتى الأجيال الجديدة إنه يبقى فيه وعي يبقى فيه معرفة بمخاطر البلاستيك بمخاطر إنك إنته ما تحافظش على البيئة بنفهمهم الفصل المخلفات من المنبع ده برضو حاجة الدولة نادت بيها فترة طويلة ولسه الناس مش قادرة تفهم أهمية إنك إنته تفصل المخلفتك العضوية عن الصلبة إزاي يبقى فيه دورة وإعادة تدوير للمخلفات دي علشان تطلع منها طاقة جديدة تطلع منها موارج جديدة تطلع منها فلوس حتى بدل ما هي مصدر لإنها تترمي في الشوارع وإنها تأذي بدل ما هي مدفين طيب قوليلي دكتور سوصل عاودي رايح فين إيه الإنجاز اللي جاي حصبتك مرة تارية معي هنا إمتى سريع نشر وقتنا يا قرب ينتهي أنا حاليا أنا رئيسة لجنة البيئة في المجلس الوطني للشباب وبستغلي الفرصة دي إن أنا أحيي كل القائمين على المجلس دكتور وقال التعناحي ودكتور دليلة مختار أنا ضربت تلت شهور ونصف في المجلس في نموذج محاكاة الدولة المصرية كنت تقريبا وزارة البيئة كنت وزارة البيئة في حكومة زلال شباب وهو حاليا بقى فيه تلت يعني بقى فيه حكومة زلال شباب رقم تلاتة وتعمل كمان حكومة زلال جيل وسط من 35 لخمسين سنة بقى فيه حكومتين رقم واحد رقم اتنين فهو ما كان بيدرب الكوادر بشكل كبير جدا ومش بس بيدربهم يعني بنعمل مشاريع وأفكار وبنؤهل وحاليا كمان شغالين دكتور وقال التناحي بالتعاون مع رئيس حياة دقي سيادة اللواء أحمد عبد الفتاح نعايزي أبعط له تحية قائد مستنير وفهم أهمية الشباب والاستدامة وبدأ يشتغل على جائزة التميز الحكومي بالتعاون مع شباب المدربين من المجلس وتعمل فريق فعلا أنا رئيسة الفريق دواته معي مجموعة من شباب الحكومات بقى ظل الشباب المختلفة وبدأنا بالفعل ان احنا نشتغل معيهم عشان نحط خطة استراتيجية علشان نطبق بقى مفهوم الاستدامة والتنمية المستدامة وخطة مصر عشرين ثلاثين جوه جوه الحياة ودي حاجة برضو مبشرة بالخير ان نبقى عندنا قيادة وعية زي السيدة اللواء رئيس حياة دقا طيب وقتنا انتهى للأسف حسنا بنشكرك بنشكر دكتور سوسن العوضي البحثة في التنمية المستدامة وتغياته المناخ وكمان بنشكر المجلس الوطني للشباب بنشكر الدكتور وقيل الطناحي ودكتور دليلا مختار انهم عدوا لنا كوادر زي دكتور سوسن تطلع على الشاشة كوادر تعرف تتكلم كوادر من شأنها انها ترفع من وطننا وترفع من مستقبلنا جميعا نخرج فاصل ونرجع معكم في فقرة تانية ودكتور جيهان حسين السلولة الأستاذة جيهان حسين مدرنة معتمدة من جهات متعددة في الوطن العربي استشاري علاقات أسرية ونفسية مؤسس ومدير عام الأكاديمية الدولية لتطوير الزاد في ديافة برنامج طبيب الأسنان والأزهان مع علي حملي أجدد التحية بحضراتكم الفقرة التانية معي والأخيرة في طبيب الأسنان والأزهان بعنوان النمازج المصرية المشرفة ضفتي في الفقرة دي حد مميز فعلا حد هو قدوة الناس كتيرة ضفتي وزنة وضفتكم دكتور جيهان حسين استشاري ضب النفسي والعلاقات الأسرية مؤسس ورئيس مجلس إدارة والمدير العام الأكاديمية الدولية لتطوير الزاد نورتين يا دكتور أهلا وسهلا وسهلا حضرت إيه الأخبار؟ الحمد لله دكتور جيهان حد مهم قوي مش قوي كده؟ وحد ترك أثر قوي لا حرفيا وطرك أثر معي أنا شخصين كعلي عزارة قصة الدكتور جيهان من الألف لليأ أنا طبعا هاقتصرها لأنها قصة طويلة جدا وأنا بدأت أن أنا خرجت كومبيوتر ساينس فالحقيقة يعني أن أنا قبل من قبل تخرجي وأنا اشتغلت مدربة كومبيوتر دا كان أول مجالي بعد كده عدت فترة وبعدين الزواج بقى والولاد والحاجات دي توقفت والتكنولوجيا عموما عايزة تبقى أنت أبدات على طول فطبعا التوقف كم سنة رغم أنهم مش كتير بس بعدوني شوية عن المجال وبقيت عايزة أخد أبدات من الأول وجديد في نفس المجال دا هياخد وقت موجود وهياخد وقت كتير ففكرت أن أنا أعمل مشاريع عملت أول مشروع مركز تجميل المحجبات فقط في مصر كان سنة 2001 دا حضرتك المؤسسة ليه آه 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 أنا بعمل لوحد المشاريع دا طبعا كان فيك جانب خطأ لأن دا ما كانش مجالي أصلا أنا كان ليا فكرة بس أنا ما كنتش خبرة في المجال فرغم أن نجح الحمد لله بس أنا ما لقيتش نفسي فيه بصراحة بعدها عملت مشروع مفاجئة شوية هو أن أنا فتحت معارض ظهور لأنه أنا دي كانت موهبتي الظهور اللي ببيتي أصلا كلها بيدي فقررت أن أنا أعمله مشروع وبرضو دا كان أول مشروع معارض ظهور في النادي الأهلي سنة 2005 بعد كده بقى مرت بأحداث كتير جدا وبعدين تجهت بقى الأشهد الأسري بسبب مهم جدا أن أنا طبيعتي اجتماعية وطبيعتي بيكونت بحل المشاكل بايزة تفيل الناس بشكل علمي وأكاديمي أكتر آه دا نقطة مهمة جدا ودي أنصح بيها الكل لأن إحنا كلنا بيعايزين نخدم صح كدو بس بدون علم إحنا ممكن نكون بندر تأثير عكسي أيه طبعا ممكن نكون بندر عشان كانت مشاكل نفسية بنقول مش أي حد يدخل يحل مشكلة نفسية لا مش نفسية بس والأسرية كمان أي مشكلة أسرية أو مشكلة نفسية وممكن حد يتطوع أنه هو يبدأ يحلها صحيح لكن للأسف بيكون لها تأثير عكسي على الفرد الحضارة بتحلله المشكلة دي تمام صحيح دائما متخصصين كل مجال اللي ناس متخصصة يريد نروح متخصصين عشان يقدروا يفيدونا بأسلوب أحسن صحيح قدر كمية يا دكتور فده فعلا بقى اللي حصل بعد كده بقى أن أنا قررت أن أنا أخذ كورس كتير جدا وأبتدي أدرس في المجال العلم النفس تحديدا عشان أفهم النفس البشرية كده وأدخل في الموضوع كله لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقني وبعدين قررت أن أنا أعمل أكاديمية هي حد الوقتي أونلاين يعني كل الكورسز أونلاين لا يعني هي مرخصة على فكرة وكل حاجة بس أونلاين بس هي كورسز كلها أونلاين لأن الحمد لله أنا طلبة بتوعي كلهم من الوطن العربي مش من مصر بس فالحمد لله الحمد لله ديب عايز أعرف دكتور جيهان اتعاملت إزاي مع المنتقدين مع الناس اللي بتقول لها هو إي فيه هو أنت ما سمت في السن ده أو أنت إزاي بتتغيري من كمبيوتر ساينتس لورود مركز نجميل خاص بمحجمات لأخر حاجة خاصة أكاديمية الدولية بتقول الزات كنتي تعامل مع الناس بتنتقدك إزاي بس أنا هقول لك على حية هو دي أولا الفضل اللي عليها واسع لأن أنا طبعتي ما بسمعش السلب يعني أنا طبعتي برمي يعني ممكن تدائس إنه يعني آخر تدائس دقائق لكن بعد شوية أنا ماشي في هدفي وده اللي أنا بنصح بيه كل الناس طالما أنت متأكد أنك صح ماشي في طريق الصح نيتك خير بتعمل حاجة كويسة ما تخليش حد يشدك ورا يعني دي نقطة كانت مرفوضة طبعا الحاجات دي ممكن تجرح حبة لأنه ساعات بتكون من ناس قريبين ناس ما كنتش تنتظر منهم ده ناس كنتش متوقعة منهم كده آه خالص لكن أنا عندي الصراحة تحدي قوي وبعدين أنا بشكرهم يعني أنا بعتبرهم يعني منتقدين بس كانوا سبب يعني كل ما أفتكر إنه أحيانا اللولة الموقف ده ما كانش ممكن أعمل ده بحس إنه كان خير النقد ده كان خير لي يعني يعني دكتور جيهان بتقول لنا إنه إحنا ناخد الناس اللي بتنطقتنا دي دافعنا ننجح دافعنا ننكمل دافعنا نوصل لأحلامنا والأحدفنا والحاجات اللي إحنا نحبطين حنوصل لها آه ما يكونش الكلام محبط ويخليك تقف عن الهدف عن التنفيذ لا 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 خالص طيب قليلي مين دي الفضل مين كان يساند مين كان يدعم مين كان يساعد مين كل إنسان من يلاقي لازم يمر بوقت يكون ضعيفة شوية مين كان يقوي دكتور جيهان أنا لي أصدقاء يعني ربنا مانع علي بصديقات مخلصين كتير ومحترمين كتير أنا ممنكرش إن هم كانوا عونا لي يعني بشكرهم طبعا كلهم ولادي عونا لي يعني ولادي عونا عون مباشر وغير مباشر غير مباشر لإن أنا كنت بانجح عشانهم بعمل كل حاجة علشانهم ومباشر لما كبروا بقى يعني كانوا بور يعني لي شوية طبعا كتير والمدربين اللي أنا اتدربت على إيديهم طبعا وتعلمت معيهم وكانوا بيقولولي أنت هيكون لك شأن ده برضو أنا ما نسومش كتير مش عايزة أذكر حد بالاسم لأنهما هننسى ناس كتير كتير لأن أنا فعلا أنا عايزة أقولك أنا عادت مدة باخد كورسز ما كنتش بعض في البيت يعني صبح وليل في كورسز فتعلمت كتير والحمد لله طيب لو بنت بتسمعنا حاليا أو ست بيت أو رب بتنزل لأمهاتنا نفسها تتعلم نفسها تتضول من نفسها نفسها تشتغل أكتر على نفسها ولكن بتقول أنا خلاص أنا جبرت في السن أنا هو السن عدة تنصحيها باستفادة بقى بإيه أنا هقولها هقولها حضرتك حاجة هي رقم واحد العلم عمره ما يوقفك يعني أنا لحد ما موت لحد ما بقى عندي مئة سنة حتى لو كان لنا عمري يعني بس أسد عموما يعني حتى لو الإنسان عايشت عمية سنة لازم يتعلم لأخر لحظة يعني دي لازم والعلم ده هيرفعه أكيد يرفع الله اللذين أمنوا منكم والذين هوت العلم ده ده هترفع عينيه هيرفعك هتبقى وزير لا مش شرط هتبقى وزير لا ممكن يرفعك لمؤحدة لو أنت قاعد في بيتك فأنا بقول لأي حد اتعلمي لآخر لحظة اتعلمي يعني ما توقفيش فكرة التعليم الناس اللي بتخجل إنها هتقول إنها هي أم مثلا أنها رب البيت لأنها مش بتقول أنا مركزي كده لأ ده حاجة مش صحة لأن انت لك دور أهم يعني دور إنك أم أو زوجها ده دور عظيم جدا على فكرة يعني مش زي ما الناس فاهمها يعني بس المشكلة ما تخليهوش إجبار عليك تقفولة في البوزيشن ده لأ مش عزي يعني متبقاش حاسة أنها مجبارة عليه يعني يعني مش حاسة أن أنا ما خجلانا كده أصلاً ست بيت في ناس بستعمل كده أنا أصلاً ست بيت وكأنها حاجة عيب كأنها حاجة عيب لأ خليها بإرادتك يعني أنت يفهمي هل هو دي أهدافك ولا دي مش أهدافك هل أنت أهدافك بره البيت ولا جوه البيت أنت تقدر تكوني إيه جوه البيت تقدر تعملي إيه جوه البيت كتير يعني أنا أعرف ناس ما شاء الله ستت جوه البيت عملت مشاريع من جوه البيت جوه بيتها أخذت كورسز معي من جوه البيت يعني أنا في ناس كان بتاخد كورسي معي أنا كله أونلاين بس أنا أصلاً في ناس كانت ممكن تبقى جنبي وننزل لايف يعني احنا انا بدي في اماكن مباشرة بس هي تقول لي طب ما انا هسيب ولادي ليه وكذا ليه مدام انا قدر اسمع الكورس وانا في البيت فهي ما قصدي فهي الفكرة اللي لازم الواحد يطور من نفسه التطوير ده يعني ما ينفعش ان انا عمل عليه ستوب ما ينفعش ان انا احبط ما ينفعش تقولي انا كبرت ما ينفعش تقولي بعد ما شاب ودولك التاب لا 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 ما فيش الكلام ده خلص يعني الكلام ده يعني بص اقولك على حاجة الكلام ده لو حضرتك قلته يبقى انت هتتعرض للاكتئاب الانتحار اللي احنا عمليين نسمع عنه ما خلاص ما انا بحس اني ما ليش لازمة بقى ما هو انا لو مش هتعلم وهقول انا خلاص كبرت اروح اموت بقى ويبقى طب ما انا مش هموت ربنا خلاص لسا ما ارادش اروح اعمليه انتحر هدي بقى المشكلة اللي بتحصل فيها ناس كتير جدا اللي بتعرضوا لها بسبب ان هو بيحس انه ملوش قيمة في الحياة ملوش دور مهم فانت لو عرفت ان هي او هي عرفت يعني ان هي اللي هدور مع زوجها حتى لو ساعدت زوجها جماعة بلاش القلب على الرجالة دي او والله يعني ادي باور لزوجك يعني هو مش عيب ان انت مش لازم انت تبق انت وهو ندي يعني مش شرطه والله ده ربنا يعني خلال كل واحد طريق فانت عايشة مع زوجك لو زوجك حتى بينجح ساعدينه ينجح يبقى انت على فكرة نكحة معين مش لازم تظهري على يعني زي البرنامج البرنامج اللي بيستعدوا حضرتك بتنجح فيه المخرج مش موجود مش ظاهر المثور فيه ناس خلف الكاميرات بس هي سبب نجاح البرنامج فانت نفس الكلام لو انت ورا الكواليس انت ممكن تكوني سبب نجاح بيتك ووجوزك وعيالك وكل حاجة بس يا حريك بتقولي ان ربة المنزل هتكسفش نهاية تقول انا ربة المنزل صح كده؟ طيب وايه السبب النهاية بتكسف تقول كده؟ اكيد المجتمع او الصقافة نفسها بتاعت ايه رأي حاجة في الموضوع ده؟ بس هقولي حضرتك على حاجة هو كل فكرة سلبية اساسها الصقافة طبعا صقافة البيئة المحيطة حواليها وكمان احيانا بيبقى الاهل والمعارف والاحساس النفسي ان انا كان ليا حلم ان اكون حاجة حاجة في مجال مثلا عمل الماء فظروف الحياة خلتنا اتجاوز مثلا حد قال لي ما تشتغليش مثلا يعني فده جانب وده برضو يعني لو في نصيب ان انا اقولك في بعض الناس وقولها ده في قصص اختيار الزواج يعني اختاري هدفك في الصح يعني ما تجيش مثلا واحدة تحب واحد هي كانت ناوية تشتغل فيقولها بس انا مش عايزك تشتغل فهي تقوله حاضر عشان هي بتحبه بس بعد ما خلاص اتجاوزيته بقى والحب بقى مش مش راح الحب لسه معوجود بس انا كان جوايا لا هو برونقه وكل حاجة انا بحبه بس انا برضو بحب الشغل بحب حاجتين اه فهي لما وفقت وفقت علشان ترضيه وتكسبه وعشان ما يسيبهاش طميم ففي نفس الوقت راح يتعاملها ايه احملت شوية لشغل مش احملت هي اضطرت تسيبه لان هي اتفقت معي طيب وبعدين اللي حصل اللي حصل انها مش هتعيش راضية كل ما هتشوف حد نجاف هتبقى مكسوفة اصلا انا رب البيت لان هي كان طموحها مش انها تكون رب البيت فاهم عوزي فهي دي بقى الفكرة يعني دي بتنتج من كده ان انت مش واضح مع نفسك مش محدد اهدفك من البداية مش عارف انت عايز ايه يعني انت لو من البداية انا عارفة هدا فيه هو ده اللي كنت بتقولولي من شوية لو حد انتقدك نفس الكلام لو جي حد قالك ما تشتغليش انا انا اقول لك حاجة انا من صغري منواري طالبة في عجازة نص سنة كنت مش صغب وده مش عيد لأ ده حب على فكرة مش احتاج مدى طبعا انا كنت حاجة كده يعني انا كان ليه ناس تقولي انت غريبة جدا رجالة مش راقيا شغلتي بتجيبي شغل منين ايه دي حقيقة يعني لان انا كنت بحب الشغل ده عندي متعة لما اتجوزت وقعدت فترة كنت قعدة وانا برضو مستمتعة على فكرة يعني ما كنتش رفضة ان انا قعدة ازاي بقى ان انا كنت حسسة بواجبه قوي ناحية زوجي يعني كنت حسسة يعني احسس أني ما بعملش حاجة دي احسس يعني غلط انا كنت حسسة ان أنا بعمل حاجة مع زوجي وبعمل حاجة مهمة جدا لأولادي يعني أولاد دول أمانة وهما لسه صغيرين محتاجين ايه غير حنان الام ومحتاجين ايه غير رعاية الام مين ليه علمهم الصح والغلط مثلا معلش سوري الخادمة او اي حد مثلا في حضانة حتى وهم اللي يدوهم المعلومات ويغزوهم ده لسه صفحة بيضة صحيح فأنا كانت دي من نسبة لي رسالة كبيرة قوية كنت حاسة أن أنا حتى لو عايز أشتغل بس بعد معدن مرحلة اللي هم محتاجين لي فيها يعني دكتور جهان حسين بتقول إيه أنه حضرتك رب تمنزل ولكن دورك كبير جدا جدا طبعا أنك تربي أبنائك أنك تحسن منهم أنك تزرع فيهم الخير والمحبة والحب والنجاح وأنهم بيكونوا عندهم تفاؤل وعندهم أمل هي اللي بتربي أجيال أصلا الأم ندرسة إذا قعدتها طبعا هي اللي بتربي الأجيال يعني هي عايزة أقول حضرتك يعني هي زعلانة أنا مسألة مش وزيرة فأنت أم الوزير صحيح يعني هي زعلانة أنها مش كذا حضرتك زعلانة عشان مش وزيرة حضرتك ممكن تكون أم الوزيرة حضرتك زعلان عشان مش دكتور ومكن تخلي ابنك الدكتور أيوة يعني ودي حقيقة على فكرة أنا أولادي لما دخلوا يارف علوم. ما شاء الله. فأنا فخورة لأنه هم يعني أي أم عارفة أنه ما حدش بيحب حد يكون أحسن منه إلا أولاده. صحيح. طيب خلاص حقق حلمك في أولادك. يعني لو ما قدرتش تدخلي حاجة خليها خليها أولادك. يعملوها. الكلمة دي بابا وتقريبا هو بسمها لحالين كان دا بنقول هالي. ما فيش حد بيحب حد يكون أحسن منه إلا ابنه. آه الله. ده صحيح. ده صحيح بدون نقاش. اللي لا يمكن تغير من ابنك. لا يمكن. يعني لو أنت بقى فيه احتمالت غير من صديق ولا من زميل. من أخوك بس ابنك. من أخوك. لكن ابنك. الاستحالة. ده فخر. يعني ده أنت. يعني ده حتة منك. يعني أعرف كده. هي كده بالضبط. فأنا اللي بقول لأي واحدة. لو هي مثلا كان نفسها حتى تحققها حلم. ما قدرتش. حققه في أولادك. أولادك حلمك. وحققه حلمك. ما هو. الفكرة في إيه. أنا هكون سعيدة أكتر. لأنه بس أنا هقول لك حاجة. كله الميسر لما أخلي قلع. صحيح جدا. كل إنسان مهيق لما أخلي قلع. طب أنا هقول لك حاجة. من شاء أنا بقول لك أنا بدأت إن أنا مدربة كمبيوتر في الزمان. لما وصلت إن أنا مدربة صحة نفسية وكلام ده كله. وإرشاد أوسل. أنا حسيت سبحانك يا ربي يعني. أنا أطعت شهدت قصير قوي. يعني أنت. فترة الأخيرة اللي أنا درست فيها في علم النفس. كت قصيرة بالنسبة للعمر كله في الكمبيوتر. صحيح. يعني أنا حوالي عشرين سنة كمبيوتر. إيه اللي خليني نتنقل الجزئية دي. اللي أثر علي المشوار إن أنا طول عمري مدربة أصلا. صحيح. يعني كانت إيه الفرق إن أنا هغير المحتوى. المحتوى. لكن أنا لو كنت لسه ببدأ وعمري مدرب. أكيد المشوار كان هيبقى. لقا وتقديم موجودة كريزمة موجودة كل حاجات موجودة. كان ما عنديش الرهبة كانت الجمهور. والحاجات بجد والله. أنا استمتعت والحور معاك. والله شكرا. أشكرك. حقيقة أشكرك والله. أشكرك. أخير رسالات والجهال للناس لسماعين حاليا. أنا جايح عنهم يكفحوا. عنهم يستمروا. يوصولوا الأحلام وهدفهم. وأنا بخص في البونت دي ما زاد. ستات المنازل أو ربات البيوت. بس أنا هقول لك حاجة. اسمح لي. يعني بما أنك قلت لي آخر رسالة. أنا عايزة أدي رسالتين. صدق. رسالة لكل حد بيشوف النجحين على إنهم سور يعني تولدوا في معكحين. هم تولدوش في أم على مندها. صحيح. النجاح ده على فكرة ده اكتهاد. ده تعب. ده قابل مشاكل. آآ قابل جراح. قابل محبوطين كتير جدا جدا جدا. والله والله أنا فعلا. الصورة فيه صورة منتشرة عن نت معروفة. يعني اللي هي عن النجاح. النجاح. على شكل الهرم. والشكل الهرم. الهرم. والتحت الوتد. الوتد. أضعاف الهرم. أضعاف الهرم. إنت بتشوف آآ. الهرم قد كده. يعرف إنه قدامه يعني تحته أضعاف علشان هو بقى هرم. عشان يوصل إنه يكون هرم. يوصل مكان ده. فأنا بنصحهم ما يعني بدل ما نحسد وبدل ما نحقد وبدل ما نعمل. نكره الخير. انجح. لا انجح. حد منعك. يعني هو نجاح غيرك منعك. أنا هي المشكلة أنا بستغربها يعني ليه أنا نجاحي آآ ممكن يبقى عائق للآخر. يعني هو مش عائق. بالعجس أنا بتفرج عن نجاحين وبفرح بالناس كده. قول إيه ده ما شاء الله. الفكرة دي جد إزاي عملوا إيه. يعني وربنا يدرك لهم بقى يعني نحاول نطور من نفسنا. ما هدي بقى النصيحة بقى التانية إن هو إن انت عايز تنجح شوف الناجحين عملوا إيه. صحيح. ما تبقاش إنت معلش يعني أنا عسفة يعني عايز تقعد ما تعملش حاجة. وعايز النجاح يجي لك كده يعني نحضر ببرج لك. لا دي ما تنفعش خالص بصراحة يعني. الناس كلها عايزة تقعد وتبقى متغازة جدا إن انت نجحت. طب. كل حاجة بدون لها ضريبة. والنجاح كزالي ليه ضريبة كبيرة جدا كبير. بص وليس وأن ليس لإنسان إلا مسعى. صحيح. يعني ما يعني لازم تسعى. إيه وعطة النجاح بص الرزق بيد ربنا. الفلوس ممكن تجي لك ونتعاد في البيت. لأن هي رزقك. لكن النجاح إن محتاج مجهود. لازم مجهود. لازم تكتهد. لازم تتعلم. لازم تفكر. يعني دي نقطة مهمة جدا. أنا مشكور حضرتك. روح القيمة دي. طولت عليكم عليه. واضلوا من اقترب على الهواء. تكوني معنا حلقة جاية. نتكلم على الرشاد الأسري ونتكلم على موضوع قصص اختيار الزوج الصالح. عشان ما فيش واحدة جزهة أو حبها الجزهة يعطلها عن شغلها أو عن حلمها الأساس. بس كمان نويل اختيار الزوجة الصالح. ان شاء الله الحلقة الجاية. واعد من ليكم. هتكون معنا دكتور جيان حسين مرة تانية. عشان تفيد لها معلوماتها وتفيد لها مهاراتها وفضلاتها. هنتكلم عن أسس اختيار الزوجة الصالح. وكمان عش ما تزعلش أسس اختيار الزوجة الصالحة. كنا معاكم في طبيع الأسنان والأزهان من ثمانية لتسعة. سنونا الخميس الجاي. كان معكم علي حمدي. إلى اللقاء.